وفي كلمته خلال الاحتفال ببدء موسم حصاد القمح في توشكا أكد وزير الزراعة سيد القصير أن المساحة المنزرعة من القمح الموسم الحالية بلغت 3 ملايين و 650 ألف فدان ومن المتوقع أن تكون الانتاجية 10 ملايين طن وبدوره أضاف وزير التموين على المصلح أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يكفي حتى نهاية يناير المقبل ومن جانبه أكد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء أركان حرب وليد أبو المجد أن مصر خطت خطوة كبيرة نحو العمل على زيادة المساحات المنزرعة بالقمح والاعتماد بشكل متزايد على ما تخرجه الأرض أرض مصر الطيبة من نواتج هذا المحصول الاستراتيجي اشتركوا في القناة